موسيقى النملة يريد أن يتعطيها جنوح وهذا المثل الشعبي يصدق بمتياز على الحكومة العزمانية حيث الله يريد أن يفضح الحكومة العزمانية مصطفى الرميد لماذا؟ لأنه يتساعد الآن مع الفضيحة العدم تشجيل المستخدمة أو الكاتبة في السنسس نحن لا نريد أن نعود إلى الفضيحة مع السنسس وإنهاء فيها ما يكفي زائد جرائد وصحف أخرى ومواقع أخرى حتى تتحدثون فيها بالتفصيل المميل ولكننا سنرى القضية المطالبة بالاستقالة الرميد اعتقدنا أننا على استقالة الرميد لأنها تستييد لا يوجد أن يحضر الأخلاق في الدرجة المغربية لأنه يوجد صوابق في عدم الاستقالة بعظمة لسانك يقول بأنه سنقدم استقالتي ولما تحني عني للمناسبة لك يقدم استقالته الدليل هو أنه في أكتوبر 2012 لما وقعت الواقعة للإدراع الكتاب الضبط في المحاكم مني كان الراميذ وزير العدل هدد بالاستقالة دياله ولم ينفذها في هذا العهد الأكتوبر 2012 وفي المرة الثانية في مايي 2018 من البرلمان كان يناقش القانون الجنائي فشقا للراميذ يا أناي البرلمان يا أناي القانون الجنائي وغادر قدم استقالتي ولو علاءنات القانون ديالي ومع ذلك ما قدم استقالته في مايي 2018 ثم في جنبير 2019 هدد بأنه سيقدم استقالته لا يعطوني أن الكلمة كراميذ منذ مجلس النوة برغم أن القانون الداخلي في البرلمان لا يملك للوزير أن يتكلم في البرلمان ومع ذلك أصرع لأنه يأخذ الكلمة ولا يهدد بالانسحاب من الحكومة ولا يقدم استقالته إذن هذه السوابق الاستقالة لا نحن نجدها ولكننا نجدها سوابق ديال ضرب الحقوق وااغتصاب حقوق الإنسان من طرف الوزير الراميذ هي الإجهاد دياله دياله في الإجهاد كان عرف بأن الملك كان شكل واحد للجنة التولاتية لفيه وزير العدل الراميذ وفيها وزيرة أوقع في التوفيق وفيها رئيس المجلس السابق ديال حقوق الإنسان سيريزامي ولكن الراميذ بالدكاء والخبط وبالمهر وبالخبط السياسي دياله أجهضها الحق دياله المغاربة في التوفر على قانون يتماشى مع المعايير الدولية في الإجهاد كنا سابقة أخرغ وهو في درب الحقوق بل أفضع ضرب الدستور ضرب القضاء وهو أنه الرميد يعني منك يكون القضاء يهم المواطني العاديين يقول بأن القضاء مستقيل ونازيه لكن لما القضاء وضع يده على الملف دي القيادة في حزب العدنة والتنمية حام الدين انبرغ مصطفى الرميد للطعني في الدستور والطعني في القضاء ومشح ضرب بصفة الوزارية في ندوة صحفية بشي دافع على عضو قيادة قيادة له وهذه قمة الإهانة دي القانون ثم النقطة أخرى وأنه في عشر دي جنبير 2018 تذكرته لما تمت إحالة حام الدين على الغرفة دي الجنايات في فاس بتهمة المشاركة أو في قتل دي الطالب اليساري أي تلجيد ناد رميد در واحد تدوينة رهيبة جدا يعني كتقول بأن هناك ردة وهناك نقوس وهناك انقلاب بالمغرب والخاطر في الأمر هو أن هذا الكلام الذي قال الرميد دفاعا وطعنا في الدستور وطعنا في استقلال القضاء في المغرب قالوا يالله جامل جونيف وفي جونيف كان كيت برد ويقول بأن المغرب رأى في استقلال القضاء وبأن فصل واستقلال النياب العامة وبأن خلق السلطة القضائية رأى المغرب سيكون عنده القضاء بحاله بحلة كده في الجنة ولكن من يدخل المغرب وتم تحريك الملف الذي كان هو وزير العدل ناعس عليه ذي الحام الدين ذلك الساعة لم يبقى القضاء مستقل لم يبقى الدستور مزوين في المغرب وهذه القضية لماذا نقول بأن الرميد لا يوجد أخلاق ذلك الرجل السياسة لماذا؟ لأنني كنت تشكي الحكومة العزمانية وتوزيع الحقائب بشيء يريد وزارة الجهيز يريد وزارة السكنة يريد وزارة ثقافة إلى آخرين الرميد أصر إصرارا رهيبا على أنه يكون وزير الدولة في حقوق الإنسان الناس توهموا أنذاك بأن هذا الإصرار وهذا الحرص على أن الرميد يعض بالنواجد على حقيبة حقوق الإنسان توهموا بأن المغرب سيكون بحلو بحل دانيمارك أو بحلو بحل السويد لكن للأسف الشديد بانت الخيبات للأمال والأفضع من ذلك هو أنه خلقت الوزارة بعدها أصدر كم زائدة دودية لأن الدول التي تدير فيها وزارة حقوق الإنسان تكون يلا خرجت من الحروب يلا خرجت من التمزقات وخرجت من الحروب الأهلية في حين في المغرب كانت عندنا وحدة البنية يعني دي المندوبي الوزارة حقوق الإنسان اللي كانت الفلافير خاصة وأن هذه البنية موصبها من طرف الأمم المتحدة وأن حقوق الإنسان يجب أن تبقى بعيدة على الأحزاب وبعيدة على الصراعات والمزايدات السياسية من طرف الوزارة لكن للأسف الشديد سنة اللور